بمناسبة مباراة العودة كان الله في عاون الكابتن حسام البادري كابتن حسام مبارح تلقى خبر من أسرته المقيمة في كندا أنه بنته زينة 17 سنة حصل لها حادث داخل مترو الأنفاء في كندا وأصيبت بكسور كثيرة يمكن كسر في الحوض وكسر في بعض الساق وغيره نقلت للعناية المركزة بأحد المستشفات في كندا كابتن حسام طبعا كان قلت جدا جدا عليها وشوفوا أنت تخيلوا أب هو موجود هنا وولاده في كندا وبنته في العناية المركزة وعنده مهمة مرتبطة بها وكل حاجة لا يقدر يسيبها ولا ينفع يستأذن ولا يقدر يغالب سؤول ومشاعر وألام الأرض ومطلوب يركز يبراهيم ومطلوب يركز كلمت النهاردة الصبح الحقيقة طب مني أن الحالة الحمد لله بتقترب شوية من تجاوز المرحلة الخطرة لكن تركيزه كله في المباراة برضو يعني حتى اللعيبة والجهاز لما بدأوا ينشغلوا ويسألوه إيه الأخبار قال لهم يا جماعة خلاص اللي فيه الخير ربنا يكتبه بس تخلينا نركز في الشغل وفي المباراة حاولت أنا أتصل به والله أمبارح والنهاردة ما عرفت أنت كنت أكثر مني حظا أنك عارف يرد عليك وبعد كده قفل تليفونه عشان كانوا الصبح بادري أه قفل تليفونه فمن هنا بقول له حسام مش أنا بس مصر كلها والله لما تفتع على فيسبوك هتعرف أن قدرك سيبك من الهزار اللي كان بيتقال قدرك عند جمهور الأهل وجمهور مصر عالي جدا يا كابتن كله بيدعوه لك وبيدعو البنتك بالشفاء والخبر الجميل أنا سمعت أنها خرجت من الإنعاش فدي علامة مؤشر طب يا رب بقى العلاج الطبيعي والحاجات دي بتاعت الكسور هي سنة صغير بإذن الله تلتقم بسرعة إن شاء الله ويتمئن إليه إن شاء الله